السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بيئة المغرب إن شاء الله سوف نقدمكم آخر توقعات ابتداء من يوم الخمس إن شاء الله فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم وبالنسبة لتوقعات يوم غد إن شاء الله للفترة الصباحية والمساء في توقعه برياح نسبيا قوي فوق المرتفعات وشمال أقليم جنوبية الملكة مع تساقطات أمطار رعدية محليا والمدن معنية بادي التساقطات الرعدية فهي توريت وبإذن الله كيكو وفاس وتازة وبإذن الله والدريوش ومرتفعات الأطلس الكبير بإذن الله والمتوسط أمطار حاضرة على تبنت وبني مللال وخنيفرة بالنسبة إن شاء الله لتوقعات الجمعة في احتمل دخول تقوضات أمطار رعدية معتبرة على كيكو وخنيفرة وميدل تبني مللال وتازة وزاويت شيخ ووجد أمطار حاضرة على أكيم دنوى أمزميز وإمنتان وتوقتين غير بالنسبة لباقي المدن الأخرى أجواء صعبية إلى قليلة سحب بالنسبة إن شاء الله لتوقعات يوم أسد فيتوقع أن تكون بعد تساقطات المطارية كذلك على كيكو وخنيفرة وميدل تبني مللال وتبنت وكذلك عواصف رعدية أخواني العزاء أما بالنسبة اليوم الأحد فيتوقع بإذن الله استمرار بعد تساقطات المطارة الضعيفة والخفيفة على المرتفعات الأطلس بالنسبة إن شاء الله اليوم الاثنين فيحتمل بإذن الله كذلك تكون أجواء مستقرة إلى قليلة السحب فيحتمل بعض تساقطات فوق المرتفعات بالنسبة ليوم الأربعة فيتوقع أن بإذن الله أحوال الطقس بتكون ممطرة فوق المرتفعات الأطلس بإذن الله أمطار ضعيفة نسبيا وبالنسبة إن شاء الله اليوم الخميس فيحتمل دخول تساقطات مطارية معتبرة على تبنت وثين غير ورزازات وبإذن الله أمطار كذلك ضعيفة متوقعة للجاة الشرقية بالنسبة ليوم الجمعة أمطار كذلك حاضرة على المرتفعات وتبنت وثين غير وكيكو بإذن الله وتوريت ومرتفعات الأطلس الكبير بإذن الله